بس عيمان أبو ليلة لرفض الحساب الختامي أيضاً نواب يعني عدد من نواب محمد عبد العزيز من التنصيقية رفضت حساب الختامي في عدد من نواب رفضوا الحساب الختامي أنا أظن أن الحكومة بس محتاجة تروح تقول عندنا مشكلة كذا وتحدي كذا وهنأمل كذا لأنه كثيراً من الأرقام نحن نعرف التحديات وعارفين في مشكلات مشكلات متراكمة بس أتمنى أن نحن نخرج من نظرية المؤامرة أتمنى أن نحن لأن ابتدينا نسمعها كتير أن في مؤامرة علينا أن في مؤسسات عمالة تهاجمنا أن في صحافة عمالة تهاجمنا صحافة بتهاجمنا على طول عمرنا عاملين كويس عاملين وحش فإحنا المفروض ما نبصش لهذا الأمر أنه في ضغوط علينا ما هو في ممارسات خطئة ممارسات الخطئة لا تظهر إلا في الأوضاع غير المنطبطة لكن لما كان في سعر واحد للجنيه كان المصرين في الخارج كلهم بيحولوا عن طريق القطاع المصرفي فيه تصرفات خطئة وفيه تصرفات غير منضبطة وفيه استغلال للموقف ده شيء طبيعي يعني مش بنحبزه ونؤيده ده شيء أكيد غلط وجريمة ولكن أنت بتدرش تقول المجرم أنت عملت كده ليه أنت لازم تقول أنا حصل ليه علشان يستطيع هذا المجرم أن يستغل خطئي أرجوكم لنخرج من نظرية المؤامرة عايزين نتعافى منها عايزين ناخد دوة كده ونتعافى منها ولننظر لأنفسنا لننظر لمسارنا لننظر فيما أخطأنا لننظر طب إحنا أخطأنا في جزء وكان علينا ضغطا في جزء آخر من مشكلات أخرى نتعامل إزاي هو ده الطريق كيف لا نتأخر ده المهم لكن لو عشنا في دائرة اللوم أن احنا نجد شماعة نحط عليها مشكلتنا مش هنحل يعني دكتور أيمان بيقول خارج الصندوق لا خارج الصندوق لا ياخل الصندوق مش لقين الصندوق نفسه احنا محتاجين سياسة اقتصادية واضحة سليمة بتوقيتات من البيان مثلا بتاع المالية أن هناك بعد فيه التزام على الحكومة أنه بعد ستين يوم من أعلان الموازنة لازم تقول باعت ايه وكم حصلت من هذا البيع والطروحات كتعاملة ازاي عايزين نلتزم بهذه الطروحات نلتزم بما تعهدنا أمام صندوق النقد عليه لأن احنا متأخرين حتى مع صندوق النقد مصنع الشماعات ما بينفعش المهم أن نعرف أين نحن ماذا علينا أن نفعل نخرج فاصل موسيقى اشتركوا في القناة